السلام عليكم أصدقائي معكم سيمو علي المغاناة سيمو فتنس أرجعناكم فيديو جديد عن الظهر تعتبر عضلات الظهر ثانية أكبر عضلة بجسم الإنسان لها دور هنا في حماية العمود الفغري الذي يشكل داعم أساسي لجسم الإنسان وعدم تقوية العضلات المحطبة سينتج عن جسما ضعيفا لا محالة هناك من الناس لا تمارس تمانين الظهر ليش؟ خوفهم من التعرض بالإصابة فبالعكس إذا انت تمرنت تمانين صحيحة بأوزان مناسبة ستنتج عن جسم غوي لأطول مدة ممكنة وحتى عند الشيخوخة عضلات الظهر ثانية عضلة عندك ثلاث عضلات تأخذ نسبة ثمانين بالمئة من الظهر وهي التلابيس اللاتس أو المقنص العضلة الغطنية أو بما تسمى عضلة تحت الظهر دعونا نشوف الفيديو نتعلم صح نشوف تمارين صحيحة و لا تنسب الإشراك بالقناة إذا أعجبك الفيديو دعونا أصدقائك لمشاهدة الفيديو حتى يتعلموا دعونا نشوف الفيديو لوسغيتس دعونا نشوف الفيديو حتى يتعلموا موسيقى موسيقى لدينا أول تمرين سحب البار بشكل عمودي على الصدر موسيقى هذا التمرين يستهدف المقنص أو مما يسمى اللاتس هذه الجولات ما بين 10 و 12 عدة هذا التمرين يعمل على تعريض الظهر ويشكل العضلات الخارجية بالقبضة الواسعة أول شيء حاول أنه رجلينك يكون ثابتات على الأرض ما يتحركوا يكون الظهر عندك مستقيم تسحب البار على منطقة الصدر وترجعها بشكل بطيء إلى البداية الكوع عندك تخليه داخل للتحت لكي لا تشغل الترابيس تشغل فقط عضلة المقنص أو بما تسمى اللاتس لا تنسى تعمل عصرة للعضلة لما تسحبه إلى منطقة الصدر نجي للتمرين الثاني سحب البار بشكل عمودي على الصدر ولكن بغبضة ضيغة هذا التمرين يعمل كمان على تعريض عضلة الظهر ولكن يشكل العضلات الداخلية هذا التمرين ثلاث جولات كل جولة ما بين العشرة والاثنعاش عدة ترجعها كثابتين على الأرض كما نغلنا ظهرها يكون مستقيم وتسحبها ببطء على منطقة الصدر تعد واحد اثنين وترجعها بشكل بطيء إلى منطقة البداية وما تنسى لما تسحبه على منطقة الصدر تعمل عصرة للعضلة وترجعها شوية شوية وما تنسى أوزان تكون مناسبة لما ظهرك ينصاب نجد التمرين الثالث هذا التمرين يسمى بسحب البار بشكل أفغي من الأمام ثلاث جولات كل جولة ما بين العشرة والاثنعاش قد هذا التمرين يعمل على تسميك عضلة الظهر تسميك الظهر وبما انه نحن نسحب البار بالغبضة الضيغة فبهالحالة نشكل عضلة الظهر الداخلية تثبت رجلينك على الجهاز وتسحبها بشكل بطيء على منطقة البطن تعمل عصرة للعضلة وترجعها بطيء شديد إلى نقطة البداية لما تصابها تعد واحد اثنين وترجعها حاول تكون عندك الركب مستقيمة قليلا منحنية نحنية نأتي للتمرين الرابع وبما يسمى نحن باستخدام الرفعة الميتة هذا التمرين ثلاث جولات كل جولة تكون ما بين الثمانية والاثنعش يعني اول جولة ثمانية الجولة الثانية عدات والجولة الثالثة الثانية عدات اثناش عدات بتحني ظهرك بس تخليه بشكل مستقيم لكي المنطقة القطنية لا تنصب تقوى عندك تسحبها ببطء شديد على منطقة البطن توقفها شوية وترجعها تنزلها إلى نقطة البداية بشكل بطيء ثلاث جولة وهذا كنت وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة مشان التمرين القادمة والقادمة أفضل نشوفكم بخير مع السلامة